نعمل جوب من أميس جاكل خفيف من أميس قديم وستان كوكتيل من البنطلونات القديمة النهاردة هنشارك ابتكارات حيارة عقاعة للهدوم هتخلي شكلك مثالي دايماً أميس أبيض ممل ومش موضة خالص طريقة عمل بلوزة أنيقة من أميس عادي نعلم مكان القطع تحت الياقة بتبشير أزرق ونقص القماش بامتداد الخطوط المفروض نعمل قطعات متمثلة وجميلة بلوزتك الجديدة شكلها لطيف ورومانسية جداً ودي فكرة تانية لإعادة استخدام أميس ممل وشكله عادي نشيل الياء أو جزء من الكم ونقص الأميس في خط مستقيم ونختار شريط مطات من نفس اللون نطوي طرف الأميس ونخيط الشريط دا يقيل أي حجمة اختارية بلوزة بأكتف مفتوحة بالزبط هو المطلوب للموسم الصيفي البلوزة شيك جداً وهتبين الزوء بتاعي إيه اللي ممكن تعمليه ببنطرنات قطيفة ووزعة جداً عليكي؟ يلا نجرب نحولهم الفستان شيك نطوي الرجلين ونقص بامتداد الخياطة الداخلية ونقفل الأطراف ونخيط الأجزاء ببعض ونصيف فتحات صغيرة من تحت فستان كوكتيل أحمر غامق بقى جاهز اختيار ممتاز للحفلة ولو استخدمنا جاكت على الكتفين هيتحول وهيبقى كاجول لابتكار الحياة الجاي هنحتاج لبلوفر قديم برقبة طويلة نقص اليقة هيبقى معانا آيس كاب كروشي نوصل الأجزاء ببعضها ونزين الأيس كاب ببام بام الأيس كاب اللطيفة دي هتدفي ودنى وهترفع روحنا المعنوية كل الهدوم دي ومفيش حاجة تتلبس حياتي بقت صعبة جدا البلوفر القسود غامق قوي لكن القميس ده عبيض قوي كل حاجة غلط على كل حال عندنا فكرة نعلم خط منقط على الأميس في مستوى فتحة الدريع ونقصه ونقطع بلوفر من تحت ونخيط الأجزاء ببعض بلوفر بقاميس سري جاهز مظهر مثال البنت في الشغل دي كوري دانتال جميل جدا الجزء الخلفي من القميس ده ممكن يكون مسير للاهتمام نقص الدهر بشكل مسلس نخيط حبل الرقبة مع نسيج الدانتال نستخدم خيط وإبرة ونخيط أقمشة مختلفة بغرس دائرية نزين مكان القس بفراشة سودة ونستخدم شمع سخت دهر من الدانتال مش عادي مع فيونكا شكله رائع ولطيف جدا خبراء الأرصاد بيقولوا إن الجو بدأ يبقى برد برة والجينز بالفتحات دي أكيد مش هتبقي محتاجات تاني نستعمل قماش ترتر ملون للتزين ونضيف القماشة للجانب الداخلي للجينز ونسبته بالخيط التزين بترتر على الجينز شكله جميل وأصلي جيه وقت اللبس ببراق وإطلالة لامعة وده بدكر حيال تغيير أميز رجالي بلون سادة نطوي الأميز بالطول ونقص الجزء العلوي نمرر شريط مطاطي في مكان الخياطة في الأميز ونعمل فتحة في الطرف نربط الروباط بدبوس ونمررها في الطرف السفلي نضيعه على المقاس المناسب جيبها السيفي خفيفة بإطلالة كاجول بسيطة ومريحة مجرد لبس الشال عادة مملة جداً وأحياناً مبلغ فيها ده مش مناسب إطلاقاً نلبس الشال ونرمي الأطراف على كتفين نلف حزم جلده على الوسط والنتيجة جاكت شيك في نص الموسم شكلها أصلية جداً لابتكار الحيال الجاي هنحتاج قطعتين جينز نقصهم ونقصهم من عند الرجلين نقصهم من عند الخياطة ونفتح الخياطة عند الرجلين نقل بالجينز بالكامل ونضيف قطع الرجلين فوق بعض نخياطهم فوق بعض ونزينها بالورد المطرس بالطريقة دي هيبقى عندنا جينز شيك من الجينز القديم جميلة جداً خلينا نقولك طريقة تحولي بيها كفية ما حدش بيلبسها خالص نقص كفية أربع أجزاء متساوية ونخياط المستطلات الصوف بعضها نوصلهم مع بعض ونقفلهم من فوق دلوقتي هنحتاج شريط مطات قماش ونخياطه بالإيد ونشد الروباط ونضيعه والنتيجة جيبها مدورة وبالدفي ولو الشتاء جاي اتجيبها الصوف هالدفي في البرد يا ترى هنغير اي تاني أميس أبيض عظيم يلا بينا نتني الأميس نصين ونتني الطرف المطوي ونعمل في الخلفية قطعات متوازية نمط الشرايط ونلف شرايط النسيق بالشكل ده أميس بظهر مفتوح جميل شكله رائع ومش عادي ونفذ نف دقيق بسيطة اللي جاي ابتكار حيال طريق التحويل شورتي جينز نفرد الشورت على الترابيزة ونعلم مكان ما هنسبت الشرايط بالتبشير نقص الشورت عند الخياطة الجانبية ونشلهم ونخيط الأجزاء الباقية مع بعض النتيجة شكل مبهر ومسهير لطوب جينز بكل تأكيد شكلك الموسم ده هيكون فاشونيستة لو لبستيه البنطلونات الحامرة دي مملة بالرغم من إنها لامعة يلا بينا نخليهم مميزين أكتر نسبت البنطلونات على الترابيزة ونعمل أطاعات صغيرة على كل رجل ونشد الأطراف تمام دلوقتي بنطلونك القديم بقى موضة جدا رغم إن جدتك ممكن ما تحبهمش الأميز الكارو ده مش موضة خالص لكن عندنا فكرة عن طريقة استخدامه نخلع الأميز ونلف الأكمام حوالين الوسط نقفل الزراير ونربط الأكمام في يونك جميلة مين كان يصدق إن الأميز العادي ممكن يتحول يجيبها من غير غرزة واحدة ممكن تروحي تتمشي وتتباهي بحقتك دي فكرة لإعادة استخدام تي شيرت عادي جدا هنغير الأكمام والرقبة والجنبين كل اللي هنحتاجه المقص نقص الزيادات مفروض يكون كده نلبسه ونفوت منه الدراعين نلفه وندخل رأسنا من الفتحة النتيجة طقمي شيك هيداية من ربنا الفاشونيستة بجد يا ترى هنعمل إيه مع بلوفر كاش بعد الغسيل هنعمل كده نعمل شقة عمودي في مقدمة البلوفر حركتين بالمقص وبلوفر قديم يتحول لجاكت سوف شيك جميل وستايلش جدا لابتكار الحيال الجاي هنحتاج سليبر السيف الجاي نختار قطعة فرو بحجمه مناسب ونثبت الفرو على سليبر بالشامع السخط نضيف صمغ سخن في خطوط متوازية لتثبيت الفرو بقوة سليبر متزين بالفرو مريح ولطيف جدا أصحاب كلب الفرو الناعم هيدفوا ويزينوا رجليك كمان موسيقى يا ترى بتكرارات الحياة للهدوم عجبتك؟ اكتبي في التعليقات عن الحاجات الأديمة اللي عايزة تعيدي تصميمها وما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشترك في قناتنا وتضغطي على الجرس علشان مايفوكيش أي ابتكارة جديدة من تروم تروم